ألقى الجيش الأمريكي لأول مرة في أفغانستان قنبلة هائلة القوة من طراز جي بي يو فورتي ثري هي أقوى قنبلة غير نووية يتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي جي بي أس استهدفت مواقع تنظيم داعش في معقله الرئيس بولاية نانجرهار ما أسفر عن تدمير شبكة أنفاق كان يستخدمها بين الجبال ما هي مواصفات وتكلفة تلك القنبلة ولماذا تم استخدامها بعد حوالى 15 عاما من صناعتها الزميل زكريا نعساني يجيب في التقدير التالي على كل هذه التساؤلات لأول مرة بعد 15 سنة على إنتاجها تستخدم الولايات المتحدة أقوى سلاح غير نووي على الإطلاق استهداف مباشر ودقيق على معقل تنظيم داعش في أفغانستان استهدفت أم القنابل ذات القدرة التفجيرية العالية شبكة أنفاق وكهوف داعش وقتلت منهم العشرات في ولاية نانجرهار التي أعلن منها حافظ سعيد خان زعيم التنظيم سابقا بيعته لداعش وأطلق على هذا الفرع اسم ولاية خرسان تعد نانجرهار واحدة من أهم الولايات الأفغانية لقربها من العاصمة كابل وموقعها الحدود مع باكستان اتخذها داعش مقرا له في 2015 وبدأ مشروعه التوسعي الذي لم يرى النور حتى اللحظة شهدت الولايات عمليات عسكرية عدة لأمريكا وحلف الناتو أسفرت عن قتل زعيم داعش حافظ سعيد خان بعد استهدافه بطائرة من دون طيار مطلع تموز يوليو 2016 في الثالث عشر من إبريل نيسان استخدمت أمريكا أقوى قنبلة على الإطلاق لضرب شبكة أنفاق داعش فما هي تلك القنبلة؟ هي أم القنابل واسمها جي بيو 43 طورها ألبرت ومورتس في مختبر أبحاث سلاح الجو الأمريكي سنة 2002 كانت مصممة كبديل للبي أليو 82 ديزي كاتر مزودة بسمة فريدة تجعلها قنبلة ذكية موجهة بالأقمار الصناعية بدأت أمريكا إنتاج القنابل هذه في مصنع ذخائر أم سي لستر في عام 2003 في إطار الحرب على العراق تم تصميم القنبلة ليتم إسقاطها عن طريق طائرة هيركوليز 130C من طراز ماك E130 أو ماك H130 تستخدم مع أهداف لينة إلى متوسطة السطح مثل الوديان أو داخل الكهوف كما أن أم القنابل تستطيع اختراق عمق يصل إلى 60 مترا قبل أن ينفجر رأسها الحربي وبعد الانفجار تنشر القنبلة العملاقة سحابة هائلة من الضباب المشبع بعنصر شديد الانفجار حول الهدف قبل أن تشتعل السحابة لينجم عنها انفجار ذو قوة تدميرية هائلة يمكن رؤية السحابة التي تشبه الفطر على بعد 32 كيلو مترا من الانفجار وعن مواصفات هذه القنبلة يبلغ وزنها 10300 كيلو جرام أما وزن الحشوة بداخلها فيبلغ 8500 كيلو جرام ووزن المتفجرات فيقدر بـ 11 طم من الـ TNT أما طولها فيبلغ أكثر من 9 أمتار وقطرها 103 سنتيمترات أما عن تكلفة إنتاجها فبحسب المعلومات اللواردة من هناك فتبلغ تكلفة كل قنبلة حوالي 16 مليون دولار أمريكي ويشير موقع أمريكي إلى أنه تم إنتاج 20 قنبلة منها وبلغت القيمة الإجمالية لإنتاج هذه القنابل حتى الآن 314 مليون دولار تلك إذن هي المرة الأولى التي تختبر الولايات المتحدة مثل هذه القنابل لتوجه رسالة واضحة إلى تنظيم داعش بأنه لا مفر من الضربات حتى لو اختبأ أفراده في أنفاق داخل باطن الأرض